السلام عليكم معكم أشرف نكملوا من يسالينا الحلقة الفايتا ونضعوا بفقرة سؤال جواب السؤال الول هو وش يمكن شي دالة يكون عندها كثر من الميل ومختلفين على بضياتهم يعني يكون عندها ميل من هنا وميل آخر من هنا أن نأخذ أسهل مثاله هو الدلة دي القيمة المطلقة دي الإكس هاد الدلة تجيها عبطة من جهة مالة نهاية وتتوصل الزير وتطلع يعني إذا حسبتي الميل ليلة في الجهاز السالبة بطريقة اللي درناها في الحلقة الفايتا غتلقاه هو نقصه واحد ولحسبتي الميل ليلة في الجهاز الموجبه غتلقاه هو واحد يعني هاي دالة وحدة ولكن عندها كثر من الميل ولكن السؤال الأسطوري هو شن هو الميل ديالها في النقطة زيرو وش غلنا أخذ القيمة ديال الميل اللي على اليسار ولا اللي على اليمين ما عرفشيش الجواب ما تخاف شرطة واحد ما عرف الجواب لحقاش هاد الدلة ما عندهاش ميل في النقطة زيرو شوف الدلة كيفاش ديره في زيرو مقمق ما أصلا وماشي ميلة وبالتالي فهذا الدل لم تتصل على air ولكنها غير قابلة للشيقاق في air لحقاش زيرو ما عندهاش اشتقاق ديالوه هاد الدلة أولا قدر نقولك أنها قابلة للشيقاق ولكن في air نجمع يعني air ولكن بلا زيرو صراحة أي دلة شوفتها عندها تقم قيمة في شي بلاسا فهي غير قابلة للشيقاق في ذيك البلاسا ولا في ذيك النقطة وخا تكون متصلت That's wrong فب vegetة دالة تكون قابلة للشيقاق لا بد أنها تكون نائمة أو ملسا في جميع النقاط دياله ما تكون فيها تشي تقوم قيمة قاع وهذا ما يسمى بنعومة الدالة أو كيف ما تعرفون نصلافك نكمل مع الأسئلة السؤال الثاني هو كين دير نحسب الميل ديال الدالة هذه لقدامكم وهنايا قد تبدأ الخدمات بالصح وإذا قلت لك رجع تفرش في شي فيديو خسك ترجع تفرش فيه باش تعرفني لين غادي هاد الدالة الميل ديالها مشي ثابت بحل دواء الخطية ولا التألوفية هاد الدالة كل نقطة من النقاط ديالها عنده ميل خاص بهم اختلف عن النقاط الأخرين فمثلا إذا اخذت هاد النقطة هنا الميل ديال الدالة في ديك النقطة غيكون هو وجوج وفي هاد النقطة الميل ديال الدالة غيكون هو ناقص 14 على 3 وهنايا الميل ديال الدالة غيسوي 4 وفي هاد النقطة الميل ديال الدالة يسوي 0 بحل الميل ديال أي دالة ثابتة واللي ما عندهاش ميل حقاش ما ميلاش أصلا فهي أفقية شاهدت أشياء كل نقطة عندها مستقيم تمسها تماشياً مع شكل الدالة وكل مستقيم ذلك المستقيمات يشبه لشي دالة ألو فيها وبالتالي كل مستقيم عنده ميل خاص به فهذه المستقيمات التي تمسوا الدالة في نقاط معينة هم اللي تنسميهم خطوط المماس ولكن ما يمكننا نقلم شي نقطة بنقطة وكل نقطة نرسم لها خط المماس ديلا لحقاش كل الدالة تتكول من مال نهاية ديلا النقط فتيخصني شي قاعدة اللي يمكن لي نعممها علاقة عن النقاط ولا لا؟ وهناتي يجي الدورة الرياضيات أولاً تيخصني نعرف نحدد خط المماس ديلا أي نقطة كي نفسي دالة معينة يعني يخصني نخرج بشي معادلة عامة لتتحدد لي خط المماس ولنقدر نسقطها على أي نقطة بنقطة دالة وبما أن خط المماس ما هو إلا مستقيم في الأصل فغل نحدده كيف ما كان نحدد أي مستقيم وباش نحدد شي مستقيم تيخصني جوج معلومات أول معلومة هي النقطة من يكيدوز المستقيم والتاني معلومة هي الميل ديلا المستقيم نقطة عندي والميل تيوي عرض كي نحدده A كتساوي F ديلا إكس جوج ناقص F ديلا إكس واحد الكل على إكس جوج ناقص إكس واحد وإلا كنتي كتسوه دراس كيفاش بدنا هذا الشي أرجع للفيديو اللي فات باش تعرف علاش وكيفاش داك جوج النقاط إكس واحد وإكس جوج اللي غن ناخدهم باش نحدد المماس خصوم يكونوا جزء من الدالة وبالتالي هاد الخط اللي غن نرسموه في الأول خصو بدايتا يقطع الدالة جوج مرات عانت أشوف في القراف اللي قدامك وهذا هو الخط اللي كنسميه بالقاطة اللي حقاش تقطع الدالة في جوج نقاط أو أكثر ودابانا بغي نرجعه مماز يعني يقطع الدالة فقط في نقطة واحدة ويكون محادها شنو غندير تخصنين هز النقطة الثانية ونقربها بزيف حتى تولي تقريب المطابقة للنقطة الأولى بمعناه غن نخدموا النهاية ناخد النقطة X واحدة نسميها X0 الصورة هذه X0 بالدالة ستكون هي F لX0 بينيك وبالتالي فالنقطة ذات الإحداثيات X0 F لX0 هي النقطة اللي تمسها خط المماز اللي بغي نعرف لما يلياله تبقى خصني شي نقطة خط المماز اللي تكون قريبة شوية من X0 أنا كنت سميتها X جوج ولكن X جوج هي نقطة محددة بينها أنا بغيت تكون أي نقطة وكيف ما كانت تكشيلاش غنسميها X وبمعناه يبغي نحدد خط المماز اللي تدوز من نقطة X0 فذلك X ستكون تقرب 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 من X0 حتى تولي تقريباً مطابقة لها تقريباً ولكن ماشي مطابقة 100% كيف ما قلناه النهاية يعني الخط القاطع بقى غادي 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 حتى ولا مماز وهاتش تماماً درناه في الفيديو ديال الصورة على المتجهة والاشتقاق باش هدرناه على الزمن ورجع تفرج فيه باش تعرفش حال محاجرناه في هذا الفيديو وبالتالي في الميل اللي لها تخط المماز في النقطة X0 غايت تحدد بهذه المعادلة اللي قدامكم وكيف مادرناه في الفيديو اللي قد لكم رجعوا تفرجوا فيه ديال الصورة على المتجهة والاشتقاق نضع X تتسوي الفرق اللي في المقام يعني X ناقص X0 وبمعنى X قريبة بزاف من X0 فالفرق A هو سيكون صغير بزاف بمعنى ما دم X تتقرب X0 بزاف فA هي تتقرب 0 بزاف وللعوضنا هاتش في النهاية اللي لدينا فالميل اللي لخط المماز في النقطة X0 سيقوم بشيء اللي قدامكم وكيف ما قلت في ذلك الفيديو ما كانتش فرق ما بين الكتابة والكتابة اللي قبل بجوش سعني ونفس الحاجة غير مكتوبة مختلفين وصافين دا باباش لقيت هاتشي نقدر دي كأنكتبها كتسوي F' X0 يعني الميل لخط المماز في النقطة X0 بالنسبة للدلة أو بالمفرادات اللي تتعيش بكم الاشتقاق ديال الدلة في النقطة X0 وبما أن الدلة عندها مالا نهاية النقطة وكل نقطة عندها خط المماز اللي عنده ميل دياله خاص به فهذا يعني أن كل دلة عندها مالا نهاية خطوط المماز وهنايا نقدر نقول أن حتى التغييرات اللي تتروع الميل لخطوط المماز تشكل دلة ببعدتهم واللي هي الدلة للمشتقة ديال F واللي تنربزولها ب F' X واللي تتسوي هاتشي لقدامكم يعني غير عممنا العلاقة اللي قبل وبالاصمة نستعملوا نقطة محددة X0 استعملنا X واللي تتعني أي نقطة مددلة كيفما كانت وهاتشي لاشتنستعملوا هذه الكتبة ديال H بلاصمة الكتبة اللي قبل ديال X و X0 وهنايا نقولوا أن F' هي المشتقة ديال F وأن F قابلة للاشتقاق فاللي درناه هو أننا نجبدنا أو اشتقينا قاعد القيم ديال الميل ديال خطوط المماس ديال قاعد النقاط ديال X والصور ديالهم F ل X وعطتنا دلة أخرى F' التي تهيئة يمكن لنا نرسموها شوية ديال تطبيق نجربوا هذه النتيجة للدلة X أكاري ديال القبيلة سنعود F X زائد X و F X بذكشي ديالهم وبشوية ديال النشر والزائده الناقص والتعميل والختزال وفي الأخير تعود X ب 0 ستخرج بأن F' X تتساوي جوجد X واللي هي المشتقلين أنتم كاملين عارفين هذه ال X أكاري وها أنت عرفت الشيقاء قبلين وكي باشتيجي موضع لأسلامتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته